السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ درسنا اليوم في محور التزكية للمستوى الأول ابتدائي سأتعرف في هذه الحصة على صورة الضحى إذن هنا سنتعرف على الأهداف التعلمية التالية الهدف الأول أسمع وأقرأ وأفهم صورة الضحى الهدف الثاني أحفظ صورة الضحى وأهتدي بها إذن الاستماع والقراءة ثم الفهم للصورة سنعمل على حفظ الصورة ونهتدي ونقتدي بها إذن بعدما تعرفنا على أهداف الصورة سننتقل الآن لوضعية الانطلاق إذن لاحظوا معي الآن وضعية الانطلاق ماذا قال الجد وماذا قالت الحفيدة إذن الجد نشأ رسول الله يتيما فكفله جده ثم عمه وكان فقيرا ففتح الله عليه الدنيا وكان ضالا فهداه الله بالإسلام ثم أمره بشكر هذه النعم ماذا ردت الحفيدة على الجد وكيف يشكر النعم يا جدي رد عليها الجد اقرأي صورة الضحى لتكتشفي ذلك إذن هيا بنا نقرأ جميعا صورة الضحى ونكتشف كيف نشكر هذه النعم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرت خير لك من دولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إذن بعد استماعنا لهذه التلاوة الخاشعة سننتقل إلى الفهم إذا لاحظوا معي جيدا والضحى أي أن الله أقسم بوقت ارتفاع الشمس سجى أي سكن أو اشتد ظلامه يعني شدة الظلام عندما يكون الظلام شديدا ما ودعك ربك أي ما تركك منذ أن اختارك أي منذ اختيار الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركه ما قال أي ما أبغضك منذ أن أحبك أي أن الله سبحانه وتعالى عندما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبغضه ألم يجدك أي ألم يعلمك ربك وقد علمك يتيما أي منذ أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم طفلا مات أبوه وعندما كان جنين أي عندما كان جنين فآوى أي فضمك إلى من يكفلك ويرعاك ضالا أي غافلا عن أحكام الشرائع غافلا عن أحكام الشرائع فهدا أي فهداك إلى مناهجها بما أوحى إليك فهداك إلى مناهجها بما أوحى إليك يعني الهداية عائلا أي منذ أن كنت فقيرا عديما لا تملك أي شيء فأغنى أي فرضاك بما أعطاك ومنحك فلا تقهر أي فلا تغلبه على ماله ولا تستذله فلا تنهر فلا تزجره وارفق به أي الرفق باليتيم والسائل إذا الآن بعد تعرفنا على الفهم سنمر إلى فقرة أجيب أي سنجيب على بعض الأسئلة لكي نتأكد من فهمكم للدرس كيف ينبغي أن نعامل كلا من السائل واليتيم أي ما هي المعاملة المناسبة التي يجب أن نعامل من خلالها السائل واليتيم قال الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر إذن يجب أن لا نقهر السائل واليتيم واليتيم لا ننهره إذن السائل لا نقهره واليتيم لا ننهره هكذا أوصان الله سبحانه وتعالى بأن نتعامل مع كل من السائل واليتيم الآن ننتقل إلى استثمر ألون الجواب الصحيح أوصى الله تعالى رسوله في صورة الضحى بكفالة اليتيم أم بالصلاة أم بالإحسان إلى الفقراء أم بطاعة الوالدين أي سنقرأ جيدا صورة الضحى ونستخرج من خلالها ما أوصان الله تعالى من خلاله رسوله في صورة الضحى إذن أول شيء أوصى الله تعالى رسوله في صورة الضحى كفالة اليتيم إذن سنلون هذا الجواب الصلاة لا لم يوصه بالصلاة في صورة الضحى الإحسان إلى الفقراء نعم سنلون هذه الخانة لأنه أوصى الله تعالى رسوله بالإحسان إلى الفقراء طاعة الوالدين لا لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الدوحة بطاعة الوالدين الآن ننتقل إلى السؤال الموالي أضع علامة أمام الجواب الصحيح الرسول تربى يتيما أعطى الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم كثيرة إذن سنضع علامة على الجواب الصحيح إذن الرسول تربى يتيما إذن سنضع علامة نعم هذا الجواب صحيح أعطى الله سيدنا أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم كثيرة نعم الله سبحانه وتعالى أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كثيرة إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية حصة اليوم من القرآن الكريم والتي تعرفنا من خلالها على سورة الدوحة